في قرار صادب وغير متوقع تطل علينا المحكمة الاتحادية العليا في العراق لتعلن وبدون سابق انذار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تهريس الحكم في 14-11-23 اللافت في القرار انه اتى بالتزامن مع عقد جلسة برلمانية ترأسها الحلبوسي الذي تفاجأ هو الاخر من هذا القرار والذي وصفه بالمستغرب للاسف اكم ان يسعى الى عدم استقرار البلد وان يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع ويبدو ان المحكمة الاتحادية العليا العراقية اغلقت الابواب في وجه اية محاولات للتراجع عن هذا القرار بعد ان قالت ان كل ما صدر عنها بات وملزم لجميع السلطات الحلبوسي سرع الى رفع جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء بعد ان تقدم بكلمة مقتضبة اشار خلالها الى انه سيتبع المسارات الدستورية للتعرف على حيثيات القرار وعلى الفور تباينت الاراء وتعددت الرؤى والتفسيرات ازاء ما جرى خاصة وان الحلبوسي يعتبر الرقم الصعب في المعادلة السياسية العراقية والشخصية الاولى التي تحظى برئاسة البرلمان لدورتين متتاليتين وقبل بلوغ رئاسة البرلمان سطع نجم الحلبوسي كمحافظ للانبار والتي شهدت تحولا في واقعها الامني والخدمي كما يتحدث عن ذلك مواطنون انباريون اللافت في القرار القضائي بحق الحلبوسي هو تزامنه مع انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات المحلية والتي يخض الحزب الذي يتزعمه الحلبوسي غمارها في اكثر من محافظة عراقية هديت الامانة امام الله وامام الناس وما فرقت لا بين سني ولا بين شيع ولا بين كردي وخلال الاوينة الاخيرة بدت قرارات القضاء العراقي مختلفة من حيث جرأتها وهو ما يضع مستقبل الحلبوس السياسي على المحذ وتبقى هذه القضية على طويلة القضاء العراقي الذي هو صاحب الكلمة الفصل في الاخير اشتركوا في القناة